أكد وزير الداخلية اللواء الروكن إبراهيم حيدان على أهمية الدور المكمل للمواطن مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والتي تساهم في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وثمن وزير الداخلية خلال لقائه عقال الأحياء بمديرية سيئون محافظة حضرموت بحضور مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت العميد مبارك العوبثاني ومدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري ومدير البحث الجنائي بمديرية سيئون العقيد نجيب الصالحي واستمع الوزير حيدان من عقال الحارات إلى عدد من المقترحات والآراء وأبرز الصعوبات التي تواجههم في مهامهم اليومية وسبول التغلب عليها مشددا على ضرورة تلمس احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم والتعامل وفقا للإجراءات المتبعة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية